السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم ان شاء الله سنجد معكم محطاجين في الغابة في النزهة في الغابة في شط البحر نبدلو بحلقة الروتين دي المطبخ وسنجد معكم محطاجين نطيبوها على العواد اللي نقطعوها على العواد و نديرو بحل المجمرة في الغابة نجي اكلة ديدة اليوم سنخرجكم معي نقطعوها على المطبخ اللي كيكون هكا خارج المنزل و يجي رائع و يجي الديد بحل هكا كانوا يطيبوها جدودة يعني كانوا يطيبوها بالعواد و يطيبوها بالتاقرة او الطاجين يطيبوه به و كل الديدة نديرو هكا بتجاج انا هكا جبت الطاجين و ندير فيه تجاج ثم نقطعوها على المباركة نقوم بزيت عباة البصلة ندير من الخلطة نضيف زيت في الأول كانت المخلطة بين الزيت النباتية و الزيت البلدية و الزيت الزيت ثمي مثل العطرية والكوركم والسكين جبير ثليم شئ شئ ملح و ثمي بودرة ثمي بودرة نحن نخلط نستطيعها بالماء نضيفه في الأول لأنه يكون العواد راه كي يكون طاجين هكما ما نزيدوش فيه الماء وهو فوق العواد لأنه ستفرجع نشل ضو حد البصلة نضيفه في المنزل نضيفه الطاجين ، ونضيف المنزل نضيفه في المنزل نضيف النزل نقطع الربع نضيف نضيف الحجير نضيف الحجير نضيف العواد نضيف النجدة نضيف الشعور نضيف النجدة وزيتون نضيف الحجير نضيف سيمكن نضيف 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 سوف نقلب الدجاج لأنه يسخن الطاجين نراك القليل نضيف العواد من الجنب ونبدأ نجل الجزر أو خيزه البنات اليوم قبلوا على هالطاجين كفمجة سوف يأتي بنين ويأتي لديد ملقوش لكم البنات وتمنيتها لكم بحالة النوزها كتعجبني أنا بحالة النوزها بحال هكالي كان خرجوا بحالك يمكننا تساعد البطاطا سوف نضيف البطاطا كل شخص يجعل شيئا نحن 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 نطيف هذه البطاطا هنا نريد أن نضيف الماء نضيف الماء مغلي لأنه لم يكن نعرف العواد كيف يتشرب البلول أو لا إلا بحال هكا نشوف لنا هكالطاجين نضيف الماء غليان باش ما يتفرق عش لنا هكالطاجين أو التاقرة سوف نضيف زويتين ونسد عليه كيف ضغطي كيف تحصل نحن نضيف ونرجع نشوف كيف كان جاء واش طعب الطاجين ديالنا. هو الطاجين طعب. ثم شفتوا راح كي يجي من الد ما يكون تمنيتوا لكم تطقوه تشوفوا البنات راح كي يجي لديد. وكن قول لكم صحة وراحة وما تنسوش تعليق جميل يلا عجبكم بحل الفيديوهات بحل هكا بني يكونوا خارجين هكا فنوزة هنصور ليكم. انا في الصراحة ما كتش غدي نصورو عرس جعولي باش نصورو ونشاركو معكم. وهنا غدي نخليكم ونقول لكم الصحة وراحة وما تنسوش لي تعليق جميل ما تنسوش لي يلا يك الله يجزيكم بخير. وغدي نخليكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة